هل مازال في دبي مناطق بتخضع لملكية حق المنفعة بمعنى انه تملك اكل العقار بيكون لعدد سنوات معين ام لا الجواب نعم السلام عليكم انا محمد شعت مستشار عقاري في دبي وبهذا الفيديو راح اتكلم عن الملكية الحرة والفرق ما بينها وبين ملكية حق المنفعة في عام 2001 اصدرت حكومة دبي دستور بالسماح تملك جميع الجنسيات في بعض مناطقها على شكل حق المنفعة شو هي حق المنفعة؟ الفكرة منها انك تتملك عقار لمدة ما بين عشرة لتسعة وتسعين عام وخلال هاي الفترة بحقلك انك تسكن بالعقار او تأجره او تعيد بيعه ولكن ما كان فيها الاقبال القوي على الموضوع وبعدها بسنة بس يعني بألفين واثنين تم تغيير هذا القانون لقانون الملكية الحرة بنسبة مية بالمية نسبة مية بالمية بمعنى انك بتتملك العقار مدى الحياة غير مربوط بعدد سنوات معين ويورث على الشريعة الاسلامية بدبي حاليا في حوالي 87 منطقة تملك حر بالاضافة لمنطقتين ما زالوا بيخضعوا لتملك حق المنفعة واللي هم السيليكون اويسز ودبي للاستثمار هذا كان الفيديو لليوم بتمنى يكون في فائدة للجميع طبعا انا اتكلمت عن هذا الموضوع بسبب انه ايجاني سؤال من اكثر من شخص انه في منطقة معينة في دبي اسعار التملك فيها اقل بكتير من غيرها بالاضافة انه العائد الاجاري تبعها ممتاز ولكن وضحت للاشخاص وحبيت اني اتكلم بالعموم عن الموضوع انه هذه المناطق بتخضع ما زالت بتخضع لمناطق تملك حق المنفعة وليس التملك الحر بالكامل بتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون في فائدة وطبعا لا تنسوني عادة باللايك والشير والاشتراكات شكرا جزيلا اخوكم محمد شعت ونراكم بفيديوهات قادمة لو عجبكم هذا المحتوى لا تنسوا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب صفحتي على انستجرام وعالفيسبوك اخوكم محمد شعت